السلام عليكم ورحمة الله وزيكم يا حباب قلبي عاملين اي رب تكونوا بخير اللهم مسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه جبايد صلوا على نبلك سبصلاة على النبي بصوا حباب قلبي انا جاي اتكلم معاكم زي ما بنتلع ان اهزر انا واحمد ونتلع ان املكوا فجيهات وتضحكوا عليها فجيهات بتبقى حلو في في حاجات بتحصل في حياتنا كده فلازم نتلع نتكلمكم عليها وتوقفوا جنبنا فيها اه انا النهار ده النهار ده الخميس كان مولدي النبي عليه الصلاة والسلام فا كنا متجمعين عند حماتي وكنا عاملين محشوا عاملين اكل وكده واجت لكوا على اليوم الفطار اه جيت تصور بقى واصور لكوا يوم عند حماتي زي ما انا بصور اليوم عند حماتي فا دخلت وكانوا حطيني الفطار وصورتلكوا حتة حتة حطها لكم الحتة ديها فا اول اه وانا بتكلم احط لقوا الحتة دلوقتي بتاعت الفطار احنا وانا باتتكلموا عن حلاء امالش احنا دلوقتي يا حبيب قالب زف عابليه للاول اللهم صلوا وسلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعجل وسلم يا اجمعي على سيدنا وعلى سيدنا وعلى سيدنا وصلنا وقلتوا طيبين النهاردة الخميس المد النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا النهاردة معزومين عند حماتي طبعا أكيد عمنا لنا محش لأن هي كل عزوم اللي زي بتعمل محش هو اللي بيلمي العيال يعني والليل وكما فإحنا النهاردة رقيقين وهنفطر بقى وهوريكم الفطار وعن العاشة واليوم بتاع حماتي اللي انتو عرفين ومعطيت ماشي إحنا الزلات عم نفطرون بسان وصح راجين على الإجاب المخدرين والله الفطار محضنين في تسلا بيدينه محضنين في تسلا بيدينه ماشاء الله شايفينه يا حزنة القدرة لأبنس الوسيق كنا حطين الفطار وكنا قاعدين وكانا حماتي مرة واحدة بتسوت وحنا قاعدين بنياكل أكسوم بالله إحنا عملنا جسمنا أشعر أنا جسم أشعر أكسوم بالله معرف في ايه لقيت حماتي بتسوت في ايه عمت كسرية ميتت عمت كسرية اللي يرحمها يا رب يحزن اليها في الجنة ونعيمها ان شاء الله. والله احنا كلنا قسم بالله العليل العظيم. كلنا اتنفضنا من على الاكل. وعايز لكم عياط عياط عياط. اه انا ممكن ما تكونش يعني اعدت معها كتير بس عرفاها. كنت زمان بعض معيها الفترة الاخيرة جدا كناش بنوعد معها كتير ايوة. بس بجد والله العظيم يعني سعبت علينا والله في الجنة ونعيمها ان شاء الله ربنا يرحمك ويغفرلك يا رب. فانا بطلع اتكلم معاكم وشان طبعا انتم عارفين احنا ببقى منستنيين منكم الدعا. انا بطلع اتكلمكم ببقى منستنيين من كل انتم ده دعوه دعوة كويسة. والدعوات بتاعكم والله العظيم بيتفرح اهليهم اوي. انا عايز اقول لكم ساعدة وفاة محمود اخو نجوة. والله العظيم الدعا بتاعكم. يعني فرحهم او والله العظيم. وكنوا عماني يا رب يدعوه ما يحظوا بنصيبه. وشوفوا كم واحد مش خمسة واربعين ولا اربعين واحد. ده كانوا دخلوا في الالفين كومنت دعاقلي. فانا بالله عليكم في الفيديو دوت انا عايزاكم كلكم تدعو لها بالرحمة ربنا يا رحمة ويغفر الله ويستمحها يا رب. هو احمد راح والعزة وحمتي راح. انا كنت جاية بهدوم كده. لحمتي. انا دلاتي عن لحمتي طبعا. فالرجالة طبعا بقى اخدوا مامتهم. وراحوا. راحوا اضافنا وراحوا العزة واحنا عادين مع الاولاد. وقال لنا بقى تعالونتوا العزة بالليل يعني وكده. فاحنا نروح نغير. انا ورحاب. وهنروح لهم طبعا العزة. وانا بستنى منكم بس يا جماعة الدعا. يعني تدعو لها يعني زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده برضو بتاع وفاة محمود اللي بيحبني وبيكرهني. يكتب كومنت دعا. بس يعد في حظه ونصيبه. وان شاء الله بازننا للمسل هيلاقي اللي يدعي له. فانحنا مش محتاجين منكم غير الدعا. تفرحوا اهليهم بدعاكم. وان شاء الله هو الميت ذات نفسه بيفرح بالدعا والله العزم. بيفرح بالدعا اللي بيدعاله وهو في ابره. فويعود له يا رب بحظه ونصيبه. كل اللي بيدعي دعوة لأي واحد متوفي يعود لما حظه ونصيبه. فانا بالله عليكم بالله عليكم ونستنى منكم الدعوة الحلوة. والله العزم انا مش عارف اقول لكم احنا حسين بان ربنا يكفيكو شر اللي على سهوة. الحاجة اللي على سهوة دي مرة واحدة دي. ربنا يكفيكو شر. احنا كنا قاعدين. والله العزمي حماتي يعني مش مصدق. عمارات عايق مش مصدق. هتصمت تسلى بيها وياكت هتتسل بيها. وسبحان الله ما كانتش فيها يعني اي حاجة. ربنا يرحمها يا رب. والحمد لله. اللي ما ربنا ما بهدلتش ولا تعبت ولا راحت ولا جات ولا اي حاجة. فالحمد الله بنقول الحمد لله يا رب و ربنا يرحمها يا رب في الجنة ونعمها ان شاء الله. والله يا جماعي يعني انا مش عارف اقول لكم يعني زي ما انا قلت لكم اللي بيحبنا وبيكراني يكتب كومنتي كويس ويدعيلها يا رب ان شاء الله بازن الله بالرحمة. ولكم مثل ان شاء الله زي ما احنا بنتلع نفرحكم ونبقى معاكم. فحبت اللي انا لكم اللي انتو تدعو لها بالرحمة. وتقفوا جنبنا. يعني انتو لما بتدعو لحد قريب مننا او اي حد بعيد بيفرح بالدعوة دي. فيارب ان شاء الله لكم المثل. وان شاء الله يا رب ما تتخضى على عزيز ولا غيل. يا رب ان شاء الله عشان الموت اللي بيبقى على فجأة ده والله بيتعب اوي بيتعب 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 والله الموت اللي على فجأة والله العزيم احنا كلنا قمنا من على الاكل ما في حد والله العزيم ما في حد يكمل فطور كل حتى العيل الزغيرة والله العزيم امو من على الاكل يعني كنا لسه قاعدين من يكن زي ما انتم ما شفتوا في اول الفيديو كده كنا دخلين والفطر محتور والله العزيم يعني سبحان الله الفطرفون جي على فجأة كلنا قمنا اتنطرنا والله العزيم يعني نكناش مصدقين اللي احنا جايين هو نحتفل يعني مش نحتفل بس جايين اي ناكل مع بعض نتلم مع بعض اللي جايب حاجة هو جاي اللي مش عارف ايه نقض بالله نلعب كرشينا نقض نهيص في يوم نتلم مع بعض فالوحل مبقاش في دماغ وله هو يجي يلاقي مسلا خبر زي دوت او مسلا انا مش عارف اقول لك ورلا احنا طول النهار في فاجع دماغ ودماغنك مش عارفين نعمل ايه عارفين وروح فين عايزين مش عارفين نروح ونروح نروح نقف معايا هم عايزين مش عارفين العيل صغيرة عايزين نسيبهم لوحدهم وحاماتي تلوقع تسبب العيل وحدهم فضربك وحنا دلوقتي رايحين نغير وراحين العزا فانا مستنيه منكم بالله عليكم بالله عليكم الدعوة الحلوة ربنا يا رب يا رب يرحمها في الجنة ونعمها ان شاء الله ويرحم اي حد متوفي في الجنة ونعمها ان شاء الله والله ماتت في يوم جميل ماتت في يوم حلوة او يوم جميل والله العظيم يا رب ان شاء الله كل الضعه اللي انتوا تدعو لها يعود من حظه ونصبها ولكل مسل ان شاء الله هتلاقوا اللي في جنبكو هتلاقوا اللي بيدعو لكم اي حد بقى بيتحبني بيكرهني مش بيحب في رياله بيجتمع في كومنتات يدعي يدعي بيكمنت يعود لو في صحتو فعافيتو وان شاء الله هتلاقي برضو اللي يدعو لكم ويقول لكم كومنتو كويس بس احنا مش محتاجة الناس دي مش محتاجة منكم غير الدعوة المتوفي ده مش بيواخد حاجة معي بس مستني اللي حد يدعو له دعوة تعود له يمكن ربنا يتقبل من حد فيكم ولو اي حاجة يا رب ان شاء الله يعني اتخلها الجنة ان شاء الله يعني ابسط حقوقهم يا جماعة المتوفين دولة الدعاء فاحنا شو نستبخل علوم الضعفة كل اللي قادر يكتب كومنت بدعاء يكتبوا يمكن يتقبل منه يقولوا من قلبه رب يسعد قلوبكم يخلكوا لي عشان بتقفوا جنبي وانا عارفة لما بقولكم محتاجة منكم دعوة لأي حاجة بتقفوا جنبه في رب يرحمه يا رب يا عمية احمد يا جماعة ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه ويخفر له ويسامحها يا رب هي وكل ان شاء الله اللي معيها ربنا يخفر لهم ويسامحهم يا رب العالمين وكتر الف خيركم وشكرا جدا على كل اللي بقى في جنبي وشكرا جدا ربنا يكرمكم يا رب ويخليكوا لي من حمشوا منكم ابدا ويلا حبيب قلبي سليم